موسيقى مجرز الحدي عشر لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري قضت على أكثر من 19 إرهابيا من تنظيم داعش وذلك في مدينة دير الزورة إلى ذلك أعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار إلى ثلاث قرى وسيطرت على عدة تلال ونقاط استراتيجية وآبارا للنفط والغاز في ريف حمصة الشرقية بعد تدمير آخر تحصينات تنظيم داعش الإرهابي فيها عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كاريم يونس يؤكد أن إضراب الأسرى مستمر مهما كلف من أثمان وقال الأسير يونس خلال دخوله إلى قاعة إحدى محاكم الاحتلال في مدينة حيفا إن الإضراب مستمر ولن نتراجع عنه حتى لو صرنا جثثنا محاميه إتشؤون الأسرى أكد أن الأسير يونس بدأ بوضع صحي متدهور بعد جلسة المحكمة في حيفا مشيرنا إلى أن علامات إعياء وتعب شديد كانت واضحة عليه نتيجة عمليات النقل المتكررة التي نفذتها إدارة الصجون بحقه خلال 14 يوما تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إسقاط طائرة استطلاع لتحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي في صحراء ميدي بمحافظة حجة ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبعا مصدر عسكريا قوله إن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت طائرة استطلاع تابعة لقوى العدوان في صحراء ميدي وهذه الطائرة هي الثانية لتحالف العدوان التي يتم إسقاطها في المنطقة نفسها خلال 24 ساعة قدت القوات المصرية على إرهابيين اثنين في شمال سيناء وأشر بيان لوزارة الدفاع المصرية إلى أنه تم القضاء على الإرهابيين على يد إحدى الدوريات بالجيش الثاني الميداني ولفت البيان إلى العثور بحوزة الإرهابيين على بندقيتين آليتين وعشر مخازن بندقية آلية ومئة وسبعة وثمانين طلقت بندقية آلية وقنبلتين هجوميتين وجهازين لاسلكيين وحزام ناسف في خبرنا الأخير وصف عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مصطفى بالباي رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه متناقض سياسيا ودستوريا وأخلاقيا وقال بالباي في حديثا تلفزيوني إن أردوغان استغل محاولة الانقلاب الأخيرة حتى يتخلص من جميع معارضه ومنافسيه في المؤسسة العسكرية والاستخبارات والأمن وكل أجهزة الدولة مشيرا إلى زيادة عدد الذين تم طردهم من مناصبهم عن مئة ألف وصلنا إلى ختام الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة